مساء الخير عليكم جميعا المنصة دي كنت شرحتها قبل كده بشكل سريع في فيديو منصات اكتتابات لا تحتاج توثيق لكن نظرا لان المنصة دي ظهرت اهميتها بالذات في اخر اكتتابات وكمان اكتتابات كتير بتلاقي عليها العلامة دي معناها ريفوند لمدة 24 ساعة بحيث انت معاك يوم كامل من بعد ادراج العملة لو ما عجبكش الاداء بتاعها او سعرها او مش مقتنع بيها تقدر تعمل طلب استرجاع في خلال 24 ساعة فدي ميزة جميلة جدا برضو في المنصة دي نيجي للجزء الاهم وهو الاكتتابات اللي حصلت على المنصة دي فهنلاقي اكتتابات قوية جدا حصلت زي اكتتاب R Games واكتتاب Sheertopia المشروع ده قوي وعمل شراكة مع مشروع Imitable X عملة العاب وذكاء اصطناعي وكمان لو جينا بصينا على الكميات المخصصة للمنصة فهنلاقي ليهم حصص محترمة يعني في الاكتتاب ده كان مخصص لهم 200 ألف دولار اكتتاب R Games على سبيل المثال كان مخصص لهم 50 ألف هنلاقي اكتتاب Plina الاكتتاب ده موجود على اقوى المنصات زي Chain GPT و Decobate و Solidus عندك اكتتاب برضو Xverse عندك اكتتاب Oxia اللي هيكون برضو على Decobate فزي ما احنا شايفين اكتتابات من العيار التقيل بل كمان ان اكتتاب Oxia كان على مرحلتين 50 ألف و 40 ألف يعني باعوا حوالي 90 ألف دولار من الاكتتاب ده على المنصة دي هتلاقي برضو اكتتابات كتير جدا لكن احنا عايزين نركز على الاكتتابات المشهورة القوية هتلاقي مثلا اكتتاب Octavia طبعا عملة جنية عن التعريف مشروع جبار حقق أرباح كبيرة جدا بل ان كمان الاكتتاب كان خاص لان سعر الاكتتاب كان 8 سنت فقط مش 10 سنت هتلاقي اكتتاب Ether Games حصل هنا الاكتتاب اللي حقق أكتر من 10 أضعاف عندنا برضو اكتتاب Magic Square الاكتتاب اللي نجح بشكل كبير جدا وكان على داو ميكر هنلاقي اكتتابات زي GBT Plus وعندنا Friend 3 و Earn Network بل كمان ان اكتتاب منصة CBAD وهي كمان منصة اكتتابات كان الاكتتاب بتاع العملة بتاعتها موجود هنا برضو تخيلوا يا جماعة المفاجأة ان كمان منصة New Cortex AI المنصة دي كنت شرحتها في فيديو منصات Level الوحش الاكتتاب بتاع العملة بتاعتها كان هنا برضو فاحنا بنتكلم يا جماعة عن منصة من العيار التقيل بتعمل مشاريع واكتتابات قوية جدا جدا من اللي بتنزل على المنصات الكبيرة وكمان اللي بيميز المنصة دي ان الاكتتابات عليها كتير جدا ودايما موجودة فلو جينا بصينا على الاكتتابات اللي هتحصل في عندنا اكتتاب يوم 19 مارس 23 24 26 27 29 وتسعة ابريل 24 ابريل وفيه تلات اكتتابات لسه ما تحددش التاريخ بتاعهم فيعني تقريبا مش هيعدي اسبوع غير وانت عامل فيه اكتتابين تلاتة على المنصة دي تاني ميزة وهو ان المنصة ما بتحتاجش اي توثيق لو جيت دخلت كده على اي مشروع زي ما احنا شايفين هنا بيكون عند حضرتك register علشان تسجل في الاكتتاب وتبقى white listed وهتلاقي كل المشاريع kyc optional براحتك عايز تعمل kyc مش عايز تعمله براحتك عادي جدا ومش المشروع ده بس كل المشاريع اللي جاية انا دخلت عليها ولقيت ان kyc optional فتقريبا كل الاكتتابات مش محتاجة kyc ما مرش عليها اكتتاب ان هو بيقول لك لازم تعمل kyc علشان تشارك فدي برضو ميزة جميلة جدا للناس اللي بيكون عندها مشاكل في التوثيق طيب نيجي لاهم حاجة وهو الفئات ونظام الاشتراك في المنصة دي فنلاقي عندنا 8 فئات بتبدأ من 250 الف عملة يعني تقريبا 400 دولار لغاية 50 مليون عملة والعملة في الوقت الحالي الماركت كاب بتاعها مليون وستمائة الف فقط فيعتبر ماركت كاب صغير جدا بالنسبة لمنصة اكتتاب البولران الماضي كان الماركت كاب وصل لغاية 35 مليون سهل جدا ان هي توصل للماركت كاب ده مرة تانية او حتى تتخطاه ممكن توصل لغاية خمسين مليون فالعملة نفسها كمان ممكن ان هي تحقق لك ارباح كبيرة جدا بالنسبة للعملة فهي موجودة على منصة جيت اي او ممكن تشتريها من هناك وتبعتها على محفظتك الميتا ماسك او تقدر تشتريها مباشرة من البانكيك سواب بسهولة جدا لما تفتح صفحة الكون ماركت كاب هتلاقي العقد هنا تقدر انك تاخده كوبي وتروح على موقع البانكيك سواب وتشتري العملة مباشرة بالعقد بتاعها مقابل يو اس دي تي او بي ان بي او لو انت مش عايز تشارك في اكتتابات وهتاخدها كاستثمار فقط فانت تقدر انك ما تعملش استيك وتخليها فقط على المنصة او المحفظة بتاعتك ولما يبقى سعرها يرتفع تبقى تبحها وتستفيد من الارباح كمان ميزة جميلة جدا في المنصة دي وهو ان الستيكينج خمستاشر يوم فقط لما تيجي تعمل استيك كل البولز اللي احنا شايفينها دي مقفولة واغلبها كان تلاتين يوم خمسة واربعين يوم تسعين يوم اقصى شيء فاذا مدد التخزين هنا قليلة جدا يعني خمستاشر يوم فقط مش هيكون فيه الا انك مخزن عملة المنصة لفترة طويلة جدا وسعرها ينزل او ترتفع وانت مش عارف تباحها لا هنا مش هتقابلك المشكلة دي لان الستيك خمستاشر يوم فقط طيب هنفترض ان حضرتك ما معكش الامكانية انك تشترك فيه اقل فئة في المنصة حتى فالمنصة دي برضو فيها ميزة جميلة جدا وهو ان لما الاكتتاب بيخلص بالنسبة للناس اللي مخزنين وعندهم فئات يعني هنقول مثلا ان الاكتتاب ده مخصص له مية وخمسين الف دولار فهنقول ان الناس اللي مخزنة في الفئات اشترت بتسعين الف دولار فها متبقي ستين الف دولار الستين الف دولار بتترحل لكل الناس مش مخزن مش موثق حسابك تشترك لغاية تقريبا خمس تلاف دولار دي كانت تجربتي في اول اكتتاب بالنسبة لي على المنصة اشتركت في اكتتاب شير توبيا وكنت اعلنت عنه على تيليجرام كان على حظي ان الاكتتاب خلص بالنسبة للناس اللي عندها فئات واتفتح للكل سواء عندك فئة او لأ واتفاجئت ان انا كنت اقدر اشتري لحد خمس تلاف يو اس دي تي من المشروع ده بدون ما كون عندي فئة بدون ما كون موثق حسابي وكمان في اربعة عشرين ساعة استرجاع منصة جميلة جدا من جميع الاتجاهات مشاريع قوية حصص كبيرة ما بتحتاجش توثيق عندك فئة ما عندكش فئة هتقدر تشارك طبعا مش شرط انك ما عندكش فئة فانت هتقدر تشارك في كل الاكتتابات انت وحظك فمثلا اكتتاب زي ده مخصص له خمسين الف دولار ده اعتقد ان هو هيخلص في اول مرحلة الناس اللي عندها فئات هتقدر ان هي تخلص الكمية كلها فانت لو ما عندكش فئة ممكن انك ما تقدرش تشارك في كل الاكتتابات ده كان كل اللي عندي النهاردة واشوفكم في فيديو اخر سلام